اشتركوا في القناة وقام القائد العام ووزير الداخلية بتفقد عدد من الكمائن ونقاط الارتكاز الامنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء والاطمئنان على الاحوال المعيشية والادارية للعناصر المشاركة في الحملات الامنية واعرب عن سعادته بما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية وعزيمة واصرار على اقتلاع جذور التطرف والارهاب والثأر لمصر وشهدائها من القوات المسلحة والشرطة والوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب المصري بها من اجل حماية ارادة الوطن وصون مستقبله واشاد القائد العام بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا التكفيرية وتنفيذ ضربات الاستباقية الناجحة ضد الاوكار والبؤر التكفيرية مشددا على ضرورة الحفاظ على اعلى درجات اليقظة والجاهزية لتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة واستعادة الامن والامان لهذا الجزء العزيز من ارض مصر وادر القائد العام حوارا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة اكد خلاله ان مصر تخطو بخطوات جادة وسريعة نحو بناء مستقبل افضل يلبي تطلعات المصريين واننا لن ننسى دماء ابنائنا الذين تطلعوا الى الشهادة فداء للوطن واستمع الى ارائهم حول ما يدور على الساحة الداخلية مشيدا بما لمسه من فهم واعن وادراك صحيح لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر هنا ربنا تستطعنا كلنا ان احنا نباعد في سبيله وتمنى فتنك ان شاء الله بيست الله ربنا يقدرنا وينصرنا على هؤلاء الخونا الكبناء اللي هو مش قادر انه يواجه لوقها لوقت هو لو قادر انه يواجه له عارف ان هو لو اجيه لوقها لوقت انا هحفر له اقرب وهدفنه فيه هو بي اقرب يعمل ايه يحطت هو هو ناسنا بيباطل من وراء البدار هو قاعد عايش تأنافة عايش تحت الارض عشان خايف مني خايف من مقابلتي مواجتي عشان عارف انه هو ان احنا مباطلين عارف ان احنا مستقسدين مش هنسيبه ولا هنسيب بلدنا اللي ان شاء الله بيسترق وهي مدفوعة في سن العالم كله وهي خليه من ترهاب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وكرم سيادته عددا من المقاتلين بالانضمام لبعثة الحج التابعة للقوات المسلحة هذا العام كما تفقد القائد العام ووزير الداخلية جانبا من الاسلحة والمعدات التي تم ضبطها اثناء الحملات الامنية لرجال القوات المسلحة والشرطة كما قام الفريق اول صدق صبحي واللواء مجدي عبدالغفار بتفقد معسكر الامن المركزي بقطاع شمال سيناء والمرور على معرض لاحدث الاسلحة والمعدات التي تستخدمها عناصر الشرطة المدنية في مكافحة الارهاب والتطرف للوقوف على مدى جاهزية عناصر الشرطة المدنية المعاونة للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها والاطمئنان على الحالة المعنوية والادارية للقوات حضر الجولة الفريق اسامة عسكر قائد قيادة منطقة شرق القناة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية